بعد أن اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بالعنصرية إثر تطرقه إلى قضية المهاجرين غير النظاميين في تونس باستخدام لغة أدنها الاتحاد الإفريقي أعاد الرئيس سعيد لنفي هذه الاتهامات محذرا من عقوبات قانونية على كل من يعتدي على الأجانب في تونس معلنا إجراءات جديدة لتسهيل إقامتهم في البلاد الرئاسة التونسية قررت في هذا الصدد جملة من الإجراءات منها تسليم بطاقة إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظم وتعود أحداث الملف لشهر فبراير الماضي عندما طلب الرئيس سعيد من قوات الأمن التحرك لضبط جميع المهاجرين غير النظاميين وإرجاعهم إلى بلدانهم واصفا الظاهرة بمؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الإفريقي والحد من هويتها العربية حينها انتشرت موجة عنف لفضي وجسدي ضد المهاجرين فيما قام بعض أصحاب العقارات بترضي المئات من منازلهم دون مهلة كافية كما طرد مئات آخرون من عملهم وعلى الرغم من نفي سعيد العنصرية في بيان مباشرة بعد الأحداث التي تبعت خطابه الأول فإن ذلك لم يكبح تحركات منظمات وجمعيات حقوقية لدفاع عن المهاجرين من جهة ولم يوقف تنديدات وإجراءات اتخذتها دول إفريقية لعودة مواطنيها من تونس من جهة أخرى وبينما تقول أحزاب المعارضة إن حملة سعيد ضد المهاجرين التي تزاملت مع اعتقالات واسعة لشخصيات بارزة تأتي لتشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في البلاد يؤكد الرئيس التونسي أن حملته على الهجرة غير النظامية تأتي لحماية أمن البلاد ولحماية المهاجرين من عصابات للتجار بالبشر محذرا من عواقب قانونية لأي تعد لفظي أو جسدي على الأجانب سبأ أسبوع تيريت عربي